صراحةً أعزائينا أن هذا الخبر نال إعجابي كثيراً وهذا شيء الذي دفعني أن أشاركه معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائينا مرحباً بكم في قناتكم الرياضية ولد أو ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلنا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة والسلام طبعاً أعزائينا في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا وأتمنى من الجميع الجزائريين وأيضاً الهوط العربي الذي يشاهد هذا الفيديو أن يبقى في منزله في هذه الفترة خاصة طبعاً في هذه الأولياء هناك تصريحات العديد من اللاعبين والنجوم وطبعاً لدينا في هذه القائمة وفي هذا اليوم أن كريستيان فوكس لاعب نيستر سيتي قال أن النجم الدولي جزائر رياض محرز هو أفضل وأصعب لاعب وجهه في هذا الموسم صراحةً أتمنى بعد هذا الفيديو منزلش نسمع ولا هاوي في كرة القدم أو أنهم أشبه كرة القدم والتحليل في رياضة أنهم يقولون أن رياض محرز لم يفعل ولا شيء خاصةً أمام رياض مادريد وفي العديد من المقابلات في هذا الموسم حيث أصرح المدافع الدولي النمسوي كريستيان فوكس المحترف بنادي ليستر سيتي حالياً أن الجزائر رياض محرز أفضل وأصعب لاعب وجهه هذا الموسم في البطولة الإنجليزية أي الضولة الإنجليزية الممتازة وأوضح كريستيان فوكس أن رياض محرز قدم عروضاً عالية المستوى الفنية والمهارية كثيراً في هذا الموسم وطبعاً بالضبط أعزاء مشاهدين خلال مواجهة نادي مونشستر سيتي وليستر سيتي التي رياض محرز يعني اندفع بها وأخرج كل ما في طاقته وقام برسم البطولة الإنجليزية لممسم الحالي واستدل بتسجيل النجم الجزائري هدفاً وصنع لتوقيع هدف آخر خلال هاتين المقابلتين وسبق للدول النمسا وعزاء مشاهدين أنه زمل رياض محرز في فريق ليستر سيتي ما بين جنوبي 2015 إلى سنة 2018 قبل انتقاله إلى ناديه الجديد هو نادي مونشستر سيتي يعني هذا اللاعب كان يلعب مع رياض محرز في نادي ليستر سيتي وتأقلم معه وعاشه أكثر من ثلاث سنوات وهو في نادي ليستر سيتي الذي السابق لرياض محرز ولكن كل ذلك الشيء نمحوه من ذاكرتنا ونذهب عندما انتقل إلى نادي مونشستر سيتي خاصة في هذا الموسم قال أنها أصعب لاعب لاعبة ضده في هذا الفريق هو النجم الدولي جزائر رياض محرز وصراحة رأينا في المباراة نادي مونشستر سيتي وليستر سيتي رياض محرز توهجة ووهنش كبير ويعني أخرج كل ما فتاقته في تلك المباراة وسجل هدف والحمد لله وصنع هذا آخر وطبعا إذا مشاهدين أتمنى بعد هذا الفيديو ما زيش نسمعه وأي واحد يقول أن رياض محرز لم يقدم شيء في هذا المستوى وفي هذا الموسم مع نادي مونشستر سيتي يعني صديقه في ليستر سيتي وكان منفسه في هذه المباراة هو الذي صرح أن أصعب لاعب هو كان رياض محرز وطبعا لم يقل فقط رياض محرز في هذه القائمة ولكن قال أنه الأصعب وأيضا ذكر اللاعب المفضل في هذا الموسم وأيضا اللاعب أفضل لاعب في حياته زمانه أيضا ولكن هذه الأمور لا تعنينا فقط نتكلم عن رياض محرز صراحة ليزمون شاهدين أن هذا الخبر نال إعجابي كثيرا وهذا شيء الذي دفع أن أشاركه معكم طبعا ليزمون شاهدين أن هذا الفيديو اليوم لا تنسوا دعمنا بلايك اشتركوا في القناة تابعينا زر التنبيهات ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله